أهلا بكم وبكل أستاذ المشاهدين نرحب بكم من مدينة العالمين حيث نتابع معكم إعلان النتائج الخاصة بمبادرة دوي التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية والتي تأتي بالشراكة مع مبادرة وطن واحد التي ينفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية وهذه المبادرة التي تهدف لدعم وتمكين وتدريب الأطفال والفتيات في مصر لتمكينهم والعمل أيضا على تعليمهم وتدريبهم لمواجهة التنمر أو التنمر الإلكتروني وأيضا بعض الأنشطة التدريبية الخاصة بتمكين الأطفال هذه المبادرة أو هذه الاحتفالية اليوم بدأت بكلمة مسجلة للسيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية رحبت بها بكل الفتيات وبكل الأطفال والحضور وأكدت دعم الدولة لهم وأن الاستثمار فيهم هو أفضل استثمار لمستقبل ووطن مشرك وأيضا كان هناك بعض الكلمات لأسادة الوزراء الحضور حيث تأتي هذه المبادرة برعاية كبيرة بين الجهات الحكومية المختلفة نتحدث عن وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب والرياضة وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة اليونسيف وأيضا المجلس القومي للطفولة والأمومة كان هناك أيضا خلال الاحتفالية بعض الفقرات والفعاليات الفنية والرياضية التي يقوم بتنظيمها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية وكان هناك مصرح تفاعلي لهؤلاء الأطفال الذين تلقوا التدريب والأنشطة المختلفة خلال المبادرة كان هناك مصرح تفاعلي للتأكيد على عدم وجود ظاهرة التنمر وضرورة مواجهتها وكيفية أيضا مواجهة ظاهرة التنمر من خلال المصرح التفاعلي ثم قراءة الأطفال مطروح الذي يعد نوالي هذه المبادرة حيث تم دعم هذه المواهب لإخراجها ودعم هذه المواهب المختلفة في مبادرة دوي فبالتالي كانت هناك احتفالية كبيرة وأيضا المبادرة تمت في المحافظات الحدودية وتحديدا في محافظة مطروح وتم استهداف خمس مدارس للعمل فيها وتدريب أبنائها والطلاب وأيضا المدرسين وأولياء الأمور وأيضا تم الإعلان عن استكمال المبادرة خلال الأيام القادمة سواء في باقي المحافظات الحدودية أو حتى في باقي محافظات الجمهورية فبالتالي مبادرة هامة لدعم وتمكين الأطفال وتحدثنا مع عدد كبير من الأطفال كانوا سعداء بهذه المبادرة حيث تلقوا بعض التدريبات والأنشطة لتعليمهم في كيفية مواجهة التنمر ومواجهة التنمر الإلكتروني وأيضا دعمهم في المشاركة المجتمعية والمشاركة في تنمية المجتمع فكانت مبادرة إيجابية بكل المقييس لدعم وتمكين الأطفال والفتيات وهذه هي كل التفاصيل الخاصة بهذه الاحتفالية لمبادرة دوي التي تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية هذه هي كل التفاصيل من مدينة العالمين الجديدة عودة إليكم مرة أخرى